السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال جواب مع آخر درس من دروس مادة التربية الإسلامية السنوات بكالوريا درس الحكم السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الدرس الجميل جدا إذن السؤال الأول يقول من هم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله للإشارة هذا الحديث يجب أن يحفظ هو الآيات التي تؤثر الضروس سواء في المطبوع أو في الضروس التي أعطاها لكم السادة الأسزاتدة مشكورين هذه آيات ونصوص شرعية ستمتحنون فيها وسيطلب منكم الاستشهاد بها فرجاء ثم رجاء احفظوها ولا تتركوا حفظها احتى لا تفاجأوا بهيوم الامتحان من هم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله طبعا هؤلاء السبعة هم سبعة رجال لا لا مشاعر رجال فقط لأننا لقلنا رجال قد نكونوا عنصريين وقد نكونوا إقصائيين وقد ينظر لنا الجمعيات الحقوقية النساء يقول لنا لا لا ثم لا ألاش سيدي قيل أسبعة رجال ألاش ما يكون سبعة نساء سوف يقول لهم إنكم الله راهنا يقول لنا سبعة رجال داخل فيهم حتى النساء وداخل فيهم الأولاد الشباب والشبان الشبات فالسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل لي ويوم القيامة حيث الشمس تدنو فوق الرؤوس والشمس تحرق الرؤوس والنفوس هؤلاء سيستضلون في ظل الله عز وجل سيظلهم برحمته من هم سبعة أصناف من الناس لماذا؟ لأنهم استحقوا ظل الله تعالى لماذا؟ لاتصافهم بمجموعة من القيام من نبيلة والخصار الجميلة التي وجب الكل مؤمن ومؤمنة الالتزام بها مزيان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة الإمام العادل لأنه أول صفة بدأ بها حديث هي الإمام العادل بين أثر الحاكم العادل على المجتمع من هذا الأثر نذكر الآمن والأمان والتقدم الخوف والرؤب كثرة الظلم والتمييز العنصري طبعا من أثر العدل من أثر الحاكم العادل على المجتمع انتشار الأمن والأمان والتقدم والازدهار ما الحكم الشرعي للالتزام الحاكم بقيمة العدل وتطبيق على أرض الواقع؟ الحاكم العادل المقصود به هو كل شخص مسؤول على أهل أو مسؤول على الدولة أو مسؤول على وظيفة فكل من يتحمل مسؤولية فهو إمام عادل إذا التزمن بالعدل ما الحكم الشرعي للالتزام الحاكم بقيمة العدل وتطبيق على أرض الواقع؟ طبعا الوجوب يعتبر يوسف نموذجا عليه السلام نموذجا للإمام العادل استشهد من صورة يوسف على ما يؤكد تمسكه عليه السلام بقيمة العدل قال ما عضى الله إن ربي أحسن متوى إنه لا يفلح الظالمون هذه الآية لا تشير إلى العدل قال هي راودتني عن نفسي وشاهدة شهد من آليات الشهادة الحق الأولى للعفة الثانية الحق شهادة الحق تلت ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب أن الله ليادي كائد الخائنين هذا الاعتراف الخطأ وما أوري والنفسين النفس العمار تنبس إلى ما رحم ربنا ربي غفو الرحيم الإنصاف والتواضع وعدم تزكية النفس قال ما عضى الله إن أخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذن لظالمون هذه هي الآية التي تشير إلى التزام يوسف عليه السلام بالعدل قال ما عضى الله إن أخذ إلا من وجدنا عنده متاعنا إلا إذن لظالمون شاب نشأ في طاعة ربه أو شاب نشأ في طاعة الله أو شاب نشأ في عبادة ربه في نظارك ما هي القيم التي التزم بهذا الشاب حتى استحق هذا الشرف العظيم القيم التي التزم بهذا الشاب هي الخوف من الله في الصراء والضراء رغم هذا من استجابة له عز وجل في الفرائد الواجيبات أما القيم التي التزم بها هذا الشاب هي توحيد الله تعالى والاستجابة له عز وجل وتحقيق الزكية والقصد والامتدال الخالق طبعا هذا هو الجو الصحيح يوسف عليه السلام شاب النشأ في عبادة ربه ما هي الآية التي تشير لهذا الأمر الآية هي لما بلغ الآية هي ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلم أو الآية هي وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تول الأحاديث أو الآية هي إني تركت ملة قوم لا يمنون بالله وم بالآخرة يمكافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لن نشرك بالله من شيء أو آية ما أبرئ نفسنا النفس الأمرت بالسوء أو قرجعني على خزين الأرض لنحفظ عليهم الآية هي إني تركت لأنه شاب نشأ في طاعة الله طارك ملة قوم لا يؤمنون قمة الطاعة أن تترك ملة قوم لا يؤمنون بالله وأن تتبع ملة آبائك المسلمين إبراهيم وإسحاق ويعقوب إني تركت ملة قوم لا يمنون بالله وهم بالآخرة يمكافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لن نشرك بالله من شيء هذه هي الآية الصحيحة في نظرك ما هي الأسباب المتوقعة لتخصيص الرسول الشباب بالذكر في الحديث علاش الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال شاب وما قال الشيخ واش لأن الشباب معرض للفتنة أكثر من غيره أم لأن العبادة في الشباب تكون أشد على الإنسان أم لأن الله يحب من الشاب أن يستجب له ويطيع الجواب جميع ما سبق لأن الشباب العبادة في الشباب كتكون صعبة شوية لأن الشباب معرض للفتنة والشاب تكون أشد العبادة في الشباب تكون أشد على الإنسان وتكون باقي ما فاهمش الدنيا مزيان وباقي ما عارش المطلوب مزيان مش بحدش واحد شراب الدنيا وفهمه إلى غير ذلك وعاد أن الله عز وجل لا يحب من الشاب أن يستجيب له ويطيعه لأنه يحب عبادة الرجل الشيخ والمرأة العجوز ولكن عبادته ولكن حبه لعبادة الشباب أشد وأبلغ وأقوى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل القلبه معلقه في المساجد وش فيه دليل على أن راحة القلب لا تكون إلا بالصلاة أو دليل على عاقبة صلاة جميلة أو أن الصلاة لها أمي كبر في الإسلام أم جميع ما سبق طبعا رجل القلبه معلقه في المساجد هذا دليل على أن راحة القلب لا تكون إلا بالصلاة لذلك أن يصال الله عليه وسلم كان يقول لبلال أرح نبيها يا بلال وكذلك عاقبة الصلاة جميلة لأنها تكفر الدنوب والخطايا والصلاة لها أمية كبرى في الإسلام فهي عمود الإسلام لذلك جميع ما سبق هو الجواب الصحيح أذكر صورة من صور التعلق بالمساجد وش نتعلق من شو نقوم تسلقوا الجدران ديالها ولا تعلقوا بالسرية ديالها ولا تنديروا وحد القينين عن القريوس نفيها لا الجواب buy تقلبهم وعلقوا بالمساجد من مظاهر هذا التعلق من صور هذا التعلق من تجليات هذا التعلق الحرص على التردد عليها لأداء الصراوات المفروضة فيها تعلم العلم النافع فيها الاجتياق لها مباشرة بعد الخروج منها هذه من صور وتجليات التعلق بالمساجد استخرج دلت قيم واردة في قوله صلى الله عليه وسلم ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه الجواب من هذه القيم عندنا الإخلاص والإيمان والحب في الله لأن الإخلاص تحب في الله مكنش حاجة بنا ثم عدل الله وثم في الله إذا الرهم مؤمنون وتحب المحبة إذن الإخلاص والإيمان والحب في الله في نظرك أين تجلت عبارة ورجلان تحب في الله اجتمعت عليه وتفرق عليه كي اللي تقول لنا بأنه يعقبه الإبن ديانو كي اللي تقول لنا بأنه يعقبه الإبن بن يامين وكي اللي تقول لنا بأنه يسمع أخوه وكي اللي تقول لنا بأنه لك الجواب الصحيح هو أنه رجلان اجتمع أو تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه هذه تجلت في حب مليك مصر ليوسف عليه السلام بعدما ظهرت براءته من الخيانة وحب يوسف للمليك كذلك فيوسف أحب المليك وفى في أمانة خزائن الأرض وانتقل ببلد العزيز من بلد متأخر إلى بلد متقدم إخلاصا لله وحبا للمالك ما هي القيم الواردة في قوله عليه الصلاة والسلام ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخف الله القيم هي العفة والحياء والأمن والصبر عنه المعصية يوسف عليه السلام رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخف الله ما هي الآية التي تشير إلى هذا الأمر الآية هي وروادته التي وفي بيتي عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هي تلك قال مع ذا الله إنه ربي أحسنت وإنه لا يحلح الظالمون ماذا لنت قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاه تلت على ما شمالهما تنفق يمينه يعني على شك يدل هذا الأمر على شك يدل هذا القول شنو كبير لنا شنو بغي يقول لنا يدل هذا الأمر على ضرورة تصدق الليل وطرف النهر خطأ يدل على ضرورة الإخلاص والبعد عن الرياء صحيح يدل على عمارة بيوت الله والخشع والخشياء خطأ إذن يدل على ضرورة الإخلاص والبعد عن الرياء ما هي الآية التي تشير إلى أن يوسف عليه السلام تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاه احتلت على ما شمالهما تنفق يمينه هذه الآية هي الآية التي تصدق فيها يوسف على إخوته بأن أمر خدمه بأن يجعل رضاعة إخوته في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أليم لعلهم يرجعون والآية التي تشير إلى هذا الأمر هو أنه قال الله تعالى ورما جهزهم بجهازهم قال يتوني بأخي لكم لا وقال لفتيته اجعلوا بضاعةهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أليم لعلهم يرجعون هذه هي الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله آخرين ففضت عيناه ما هي القيم الواردة فهذا الصنف القيم هي الإخلاص والخشوع وخشية الله أم تذكر المعاصر بك عليها من تخلق بين النفس التذكير القيم هي الإخلاص والخشوع وخشية الله أذكر مع السيشاد التام الرجل الذي أشرت إليه صورة يوسف لأنه ذكر الله خاليا ففضت عيناه الرجل طبعا هو سيدنا يعقوب عليه السلام فقد ذكر الله خاليا والدليل قوله تعالى وتولى عنه وقال يا أسف على يوسف وضيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ما أوجو الشبه بين الذي تصدق فأخفه والذي ذكر الله تعالى خاليا مني تقول لك ما أوجو الشبه يعني فينك تشابه وشنين الأمور المشتركة بينهم الأمور المشتركة بينهم هي الإخلاص لله تعالى لأنه الذي تصدق فأخفى صدقته الذي دفعه إلى إخفاء صدقة هو الإخلاص والذي ذكر الله تعالى خاليا فبكت عيناه وفاضت عيناه من الدمع الذي جعله يبكيه والخشوع والتأثر الإخلاص لله تعالى السؤال يقول ما هي آثار التزام المجتمع بما دعا إليه الحديث الشريف يعني إش نيني النتائج ديال التزام المجتمع إلا بدش اللي يجا في الحديث النبوي الشريف الآثار التزام المجتمع بالحديث الخاص بالسبعة الذين يظلهم الله في ظله هو نعيدا امتقى وبرز غلافات لا تحقيق أمن وتكافر وتعاون أفراد المجتمع نعم تفكوك الروابط الاجتماعي لا إذن تحقيق أمن وتكافر وتعاون المجتمع نتيجة نتيجة ماذا هذا نتيجة جميلة لتمسك بالحديث وبقيمه كيف أستفيد من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة كيف أستفيد من السبعة يعني من حديث السبعة أولا أستحضر الله تعالى في خلوتي وظاهري وبطني ثانيا أدوم عن العبادات والطاعة وأتعلق ببيوت الرحمن ثالثا أتعفف وأحفظ بصري عن الغير من قشعة القونات سارحين ثالثا أخلص في محبة لله وللآخر رابعا أداوم عن التصدق والتبرع من قشعة من زكرم ومزكرم ومحارس كل الحرص وضخير كل البخل أكون عادرا ومنصفا بالناس والآن ما نظلمش وما نخليش اللي يظلمني وليش تضم منسكتش عليه فأعطيك الذي حقين حقا نكون حقاني مع الجميع ثم أو جميع ما سبق طبعا جميع ما سبقا جدا صحيح وبهذا نكون وقد نهينا سلسلة سؤال جواب في دروس التربية الإسلامية أسأل الله عز وجل أن تكونوا من الأوائل وأن تكونوا من المتفوقين وأن يجعل الامتحان عليكم سهلا وبردا وسلاما وأن يجعل الصعب سهلا فهو القادر على ذلك إنه سمع المجيب الدعوات إلى اللقاء